عشان كمان عندهم دانييلو. يعني احنا لو بصنا حتى على الحالات كابتن إسلام زي ما حداك بتقول. اول حالة معانا. تعال شوف التنظيم بتاعهم. في الاربعة اثنين ثلاثة واحد. بص حداك دي طريقة اللعب. عشان نشوف الاول طريقة اللعب. ده الاربعة اثنين ثلاثة واحد. ده دانييلو. وده زير رفايل. ورافايل فايجة. وجستافو سكاربا. ودودو وروني. قد يلل اربعة اثنين ثلاثة واحد. طب إيه اللي حميهم زي ما حدك قلت إيه الفرق ما بين منترية وما بين بالمراس الفرق هو طبعا زي ما شايفين التنظيم هنا بقى بطريقة اللي هي بتتحول في الحالة الدفاعية لأربعة أربعة أتنين إزاي من خلال زيادة رفايل فيجة كمهاجم تاني عشان إيه يدور بس هو هنا الفريق اللي قدامهم عامل ضغط عالي صح هم اللي عاملين ضغط عالي هم اللي عاملين ضغط عالي دي غالبا هتبقى الصورة دي من القرارة بكرة وإحنا بنبني الهجمة هم هيبقوا ضغط ده شكل اللي هو هيعملوه بكرة قدامنا لما نيجي نبني الهجمة ويجي عالي لطفي يلعب ضربة المرمى هتلاقي الشكل ده دايما ضغط رغم إنه هم في النهائي لعبوا دفاع منطقة بس هم يلعبوا على حسب المنافس هم فريق دفاع منطقة أكتر منه أو بيعتمدوا أساسا على الهجمات المرتدة بس عشان كانوا يلعبوا منافس بالنسبة لهم هم شايفين إنه أكيد طبعا في النهائي هناك مختلف هم أكيد لما يجي لعب إنه وكمان طريقة بيتسو موسيماني بكرة أكيد هتفرد عليهم إنه هم هيعملوا ضغط عالي ولكن هنا بيضغط باتنين من قداء يعني من جهة من تريما على خط التمتازر صانع الألعاب بيتحول جنب المهاجم عشان طبق أربعة أربعة اتنين بس اللحميهم وأهم العيب عندهم دانييلو بص دانييلو فين بص الهو دانييلو اللي عليه الزبط هو اللي عمل عملية السكيرينينج هو اللي بيعمل الديستروير لكل الهجمات المرتدة زي مين ديانجي عندنا بالزبط عشان كيا بشوف البطولة دي فيها لعبت ارتكازات قوي جدا يعني دانييلو ما بيزيتش لا ما بيزيتش هو اللي بيغطي من وارا بيبني من تحت ينزل يستلم هو العيب يا شوال عنده عشرين سنة العيب مميز قوي بينزل يبني الهجمة هو اللي بيعمل السكيرينج هو أكتر لعب قطع للقراط في الفرقة في الدور البرازيلي